كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال نبش ألفا ومئة مدفن في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة شمالي القطع حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها وآداستها وامتهنت كرامتها من دون أي مراعاة لقدسية الأموات والمقابر وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال سرق منها مائة وخمسين جثمانا من جثامين الشهداء الذين دفنوا حديثا حيث أخرجها من القبور وأقام بترحيلها إلى جهة مجهولة وأشار إلى أن الاحتلال كرر هذه الجريمة غير مرة وكان آخرها تسليم جثامين جثمانا من جثامين شهداء سابقين كان قد سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة وعبث بها وسلمها مشوها ودفنت في رفح